بسم الله والحمد من الله والصلاة والسلام على رسول الله عزائي طلبة الدستمات الأولية السلام عليكم ورحمة الله ومبركاته انتهى حديثنا المحاضرة السابقة بالشارمونيوم والشارمونيوم ذكرنا بأنه النظام هو عبارة عن Bounded System وهو شبيه جدا بذرة الهايدروجين اكزاكلي هو شبيه جدا بالنظام الذي يحاكي ذرة الهايدروجين وهو عبارة عن البوزترونيوم والبوزترونيوم هو عبارة عن بوزترون وإلكترون فنستبدل البروتون في ذرة الهايدروجين نستبدله ببوزترون موجب الشحنة نفس الشحنة لكن الكتلة هنا مختلفة تماما فلذلك هذا النظام أيضا هو عبارة عن نظام Bounded نظام Bounded زي النظام الذي ذكرنا بوزترونيوم والهايدروجين أتم ولهذا النظام هناك مستويات طاقة فهذا النظام يمكن أن يصعد إلى مرحلة الإثارة يصعد إلى مستويات مثارة مستويات الطاقة مثارة ويبقى Bound System يبقى عبارة عن نظام نظام محصور فمستويات الطاقة شبيهة جدا من مستويات الطاقة التي نراها لبوزترونيوم وهي عبارة عن البوزترون والإلكترون فذكرنا سابقا أنه سنعرض بعض مستويات الطاقة لهذا النظام فالآن في هذه الصورة نحن نعرض هذه مستويات الطاقة للشارمونيوم فلاحظوا هناك مقارنة بين وبوزترونيوم البوزترونيوم اللي هو عبارة عن بوزترون موجب مع إلكترون سالب البوزترون أخذ مكان أخذ مكان البروتون أخذ مكان البروتون في ذرة الهايدروجين فأصبح عبارة عن شحن موجب والشحن السالب لكن متساويتين في الكتلة لاحظوا أن هناك مستويات للطاقة مستويات للطاقة لهذا البوزترونيوم الآن ما الاختلاف بالطاقة؟ الاختلاف بالطاقة هي فقط بتعديل قيمة الريديوست ماس الريديوست ماس في هذه الحالة سوف تكون عبارة عن كتلة الإلكترون على 2 كتلة الإلكترون على 2 فلذلك الطاقة اللي هي عبارة عن ناقص 13.6 بالعشرة ناقص 13.6 بالعشرة بالنسبة لذرة الهايدروجين راح تقسم على 2 لأن الطاقة تعتمد على الكتلة فإذا أصبحت الكتلة هي عبارة عن M على 2 فالطاقة كلها راح تصبح الإنرج على 2 فلذلك راح تكون عبارة عن ناقص 13.6 بالعشرة تقسيم 2 واللي تقريبا تقريبا ناقص 7 إلكترون فورت فلاحظوا هذه الطاقة معطاها هاي القراندوستيت معطاها بناقص 7000 7000 ميلي إلكترون فورت 7000 ميلي بمعنى آخر 7 7 إلكترون فورت بالسالب وهكذا فلاحظوا هناك مستويات للطاقة هاي مستويات الطاقة مش راح أدخل فيها كثيرا لأنها تتحدث عن مستويات الطاقة حسب قاعدة تسموها الهاندز رول هاندز رول يعني تدرس ضمن الاتوميك فيزيكس لكن لاحظوا هذا مستوى الأول مستوى الغراوند ستيت مستوى أول مستوى ثاني وهكذا لاحظوا هناك مستويات الطاقة فعندما عندما تزال الإثارة من البوزترونيوم من البوزترونيوم إزالة الإثارة تتم عن طريق إطلاق أشعة كهرومغناطيسية اللي هي عبارة عن أشعة يامة تكون أشعة ضوئية مرئية أو أشعة غير مرئية فوق بنفسجية أو تحت حمراء هذه بالنسبة لمستويات الطاقة فلاحظوا المسافة بين البوزترون والإلكترون في البوزترونيوم هي عبارة عن واحد أنجسترون واحد أنجسترون اللي هي عشرة قوة ناقص عشرة اللي هي عبارة عن واحد بالعشرة من النانوميتر من النانوميتر التشارمونيوم تقريبا شبيه نظام شبيه جدا بالبوزترونيوم شبيه جدا من ناحية الكتل إنه هذا النظام يحتوي على جسمين ذو كتلتين متساويتين وهذا النظام يحتوي على جسمين ذو كتلتين متساويتين المسافة بينهم هنا واحد في متميتر هنا واحد بالعشرة نانوميتر وأيضا هناك مستويات للطاقة لكن هذا المحور أعطي بدلالة الماس اللي هي كتلة النظام لأنه كلما حصل هذا النظام على طاقة زيادة زادت كتلته زادت كتلة هذه الجسيمة أو كتلة هذا الميزون كلما ارتفع إلى مستويات مثارة أعلى فلذلك الكتلة التي بدأنا فيها اللي هي عبارة عن 3.1 جيجا إلكترون فولت اللي هي عبارة عن 3100 ميجا إلكترون فولت هذا اللي بدأنا فيها لاحظوا هذا عبارة عن البصاي أو المرات يسموه جي أوفر بصاي بصاي أوفر جي أوفر بصاي لاحظوا ممكن نرتفع إلى مستويات طاقة أعلى منها بصاي برايم بصاي دبل برايم أعتقد الصورة مش واضحة 100% أنا حاولت أن أجيب صورة واضحة لكن لم أجد حقيقة أفضل من هذه الصورة وجدت صورة أخرى لكن هذه الصورة لأنه فيها مقارنة الآن لاحظوا هذه أفضاع مثارة عندما 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 تزال الإثارة تزال الإثارة يأما بإطلاق جسيمات يأما بإطلاق أشعة قامة أشعة قامة ذات الطاقات العالية الآن أفضل الآن لاحظوا هذه خارطة أوضح لمستويات الطاقة في البوزترونيوم لاحظوا هذه العبارة عن جي أوبر فاي بصاي عفوا أور البصاي مرات يسموها البصاي لاحظوا ممكن أنها ترتقي إلى مستويات طاقة أعلى التي هي مثل البصاي برايم وهكذا عندما ترتقي إلى هذه المستويات المثارة مثل بصاي برايم فإنها تزيل هذه الإثارة أو هذه الطاقة الزائدة عن طريق يأما إطلاق جسيمات مثل هنا إطلاق جسيمات البايونز دبل بايونز أو إيتا بارتكال أو البايون الموجب هنا وهكذا قد تضمحل إلى إيتا إيتا ميزون اللي هي عن طريق إطلاق جاما أيضا الجي أوبر بصاي ممكن أنها تضمحل عن طريق جاما وهكذا لكن في معظم الأحيان تضمحل عن طريق إطلاق جسيمات عندما تكون الطاقة كافية لإنتاج بير بروديكشن من هذه الجسيمات هل من نسبة للمستويات الطاقة فإذن الشارمونيوم الشارمونيوم هو عبارة عن باونج ستيت يمكن أن يرتقي إلى مراحل الإثارة وقد وجد عمليا 1974 كما ذكرنا سابقا في بعض المختبرات الأمريكية ننتقل الآن إلى البوتومونيوم بوتومونيوم وهو مكون عبارة عن نظام ميزون طبعا مكون من البوتوم كورك وانتاي بوتوم كورك بوتوم كورك وانتاي بوتوم كورك فهو عبارة عن نظام شبيه جدا شبيه جدا بالشارمونيوم شبيه جدا بالشارمونيوم سيستم لكنه لكنه ذو كتل أكبر ذو كتل أثقل ذو كتل أثقل هنا لاحظوا الكتل إذا أخذناها على هذه الخارطة هذه الخارطة شبيهة جدا تقريبا بالخارطة اللي شارمونيوم لاحظوا الكتل تقريبا 9.4 جيجا الكترون فول الشارمونيوم كانت تتبلش من 3.1 هنا 9.4 تقريبا والنظام في البوتومونيوم مكون من بوتوم كورك زاد أنتاي بوتوم كورك هذا هو وهذا النظام يشكل ميزون هذا الميزون يسمى أبسلون ميزون أبسلون هنا هي عبارة عن يو أبسلون ميزون وهذا هو رمز أبسلون ميزون خلينا نعدلها فالميزون يسمى أبسلون ميزون أبسلون ميزون نعم هذا النظام يسمى الأبسل لم تعدل لحد الآن لماذا آسف لهذا التأخير نعم فهي أبسلون ميزون وهذا هو رمزها هذا هو رمزها الآن المستويات الطاقة المستويات الطاقة للبوتومونيوم هي شبيهة جدا بمستويات الطاقة التي درسناها للشارنيوم فنبدأ بالجراوند ستيت للإبسلون وهذا هو عبارة عن الجراوند ستيت للبوتومونيوم سيستم الآن لاحظوا هناك مستويات طاقة مثارة مثل أبسلون 25 أبسلون 35 والأبسلون 45 وهكذا لاحظوا هنا الدكين من أبسلون 45 إلى 35 تطلق عبارة عن البايونز هنا تطلق إيتا زائد البايون 0 وهكذا أو تطلق تطلق جسيمات أخرى وهنا الانتقال من 25 إلى 15 تطلق الزوج من البايونز أو بير فرام بايونز وهكذا فنادرا هنا تلاقي أشعة قامة نادرا لأنه هذه كتل أعلى من التشارمونيوم فلما تكون عبارة عن الطاقات كافية لخلق أزواج لا المفضل أنه تخلق أزواج من جسيمات أخرى هذه بالنسبة للبوتومونيوم وهذه الأنظمة التي هي عبارة عن أنظمة باوندد فذكرنا التشارمونيوم والبوتومونيوم هذا بالنسبة لمحاضرتني لهذا اليوم أعطيكم العافية ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر